اشتركوا في القناة يعني احنا جايز اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده انا يعني برضو بضم صوتي لصوتي ان في المباراة النهائية دي يا ريتي بقى الحكام اجانب عشان التنشن يعني المباراة تنشنت في الاخر على الفاضي خالص الفرقتين كانت من مباراة حماسية ما تدوش المستوى المطلوب لكن المباراة كانت حماسية كانت اكوان عابل تحكيم برضو انه شوية يعني يعني يمشي معهم في حتة التنشنة يعني فيه كانت تنشنة غير مبررة من الحكام بالنسبة لقراراتهم نعم كبتسال عاوي رأي حادتك ايه عشان برضو هقول بعض الارقام كده سريع لابل ملكتم بس يعني رأي حادتك ايه في المباراة نقول مبروك لنادي الاتحاد سكنداري طبعا ندي عريق وهارض لك ندي الاهلي قديته لك الشرط التالت والشرط الرابع بامتياز الرابع بالاخص يا ريت كنا بدأنا كده عايز اقول كمان ان عمر الجندي كان نجم مباراة بصراحة يعني لازم ياخد حقه اه عمري كان هناك اه عبارة عن مباراة حماسية احلوت في الشرط الرابع بصراحة نعم يعني فرجنا على بسكت من الطرفين فرقة بتكافع عشان تتعوض وفرقة عايزة تكسب فكان فيه نوع من المنافسة الشرعية يعني نعم نادي الاهلي نقطتين تلاتة هما اللي قصروا فينا في فتحوا الاسكور فطبعا اللي هي الريباوند زي ما قلنا من فدي فتحة الاسكور شوية انك تعوض الاسكور بتعمل مجهود مضاعف بتوصل للاخر بتكونش تعبانش في الرجوعك الى الكورة نادي الاتحاد قدم مباراة جيدة ويستحق نعم خلينا اقول بعض الارقام بس عشان الناس تتصور معنا طبعا خلينا اتكلم بس في الاول في التحكيم التحكيم طبعا للأسف النهاردة يعني كور كتيرة جدا جدا هقد نحصي اخطاء التحكيم وللأسف يعني 90% من اخطاء التحكيم كانت عن نادي الاهلي واحنا هنقول كده برضو هنعيد وهنزيد يا جماعة للأسف مباراةنا مع الاتحاد يعني الحكام الاجانب بيدوها نوع من من ال كل واحد بياخد حقه النهاردة مستر اجوستي انت بتتروده تمام طب انت ديته حقه يعني النهاردة مستر اجوستي هو ليه اعتراض مرة واثنين واثنين انت اللي بتوصل المدربين لكده هل مستر اجوستي اعترد من المدربين من حكام الاجانب يعني هل مستر اجوستي انا ما بدفعش عن حد انا بتكلم بال هل مستر اجوستي بيوصل من الانفعال ده مع حكام اجانب هل طبيعي اللي بيحصل ده هل طبيعي كمية القرات العكسية اللي بتتخذوا الدنادي الاهلي كلام ده مش مقبول والكلام ده لازم يبقى له حل بامانة لازم يعني لجنة الحكام تقعد تشوف الحكام مش قادر تتحمل الضغوط يبقى خلاص خلينا في حكام اجانب ده رأيي انا انا مش غلط في الحكام ولا حاجة ولكن انا ما بعرفش ايه اللي بيحصل كمية قرات عكسية على الاهلي لا تتحمل اي فرقة في الوقت الموتشات دي بتمشي بونت بونت فانت النهار ده كمية قرات عكسية غريبة جدا 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 لازم بقى فيه الصراحة مراجعة من لجنة التحكيم بس خلينا اتكلم عن الارقام يمكن افضل نسبة للاتحاد اسكندري كانت تلاتة بونت اكد اتحاد اسكندري شهد خمسة وعشرين تلاتة بونت جايب تمانية ودي يعني اولي حاجة وثلاثين اه ما انا هقول لها حضرتك جايب بالزبط نسبته فيه تلاتة بونت اتنين وثلاثين في المين احنا للأسف شايتين اربعة وثلاثين يعني شايتين اكتر منه تسعة شو طوال تلاتة بونت جابين سبع فقط يعني قل منه فدي النسبة الحقيقة يعني بالرغم من احنا في الرباونت احسن بكتير الفيلد كله الحاجات دي لنسب قريبة ولكن هي التلاتة بونت السلاح الاساسي ترده انا بتكلم الحاجة انت بتديني حقي بلهم يا جماعة ديني حقي النهاردة شفنا العصبية دي من مستر اجوستي في اي مطش احنا عملنا لعبنا تلاتة اربع مواسم بحكام اجانب عمرك شفت اي مدرب بلاش مستر اجوستي اي مدرب ينفعل بالشكل ده اديني حقي وبعد كده سيدي انا مش هنفعل طيب ما احنا فيه مطشط خسرناها مع الاتحاد بحكام اجانب انفعل كده بلنفعلش يا جماعة بصراحة انا ما عنديش كلمة اقوله على التحكيم انا في حياتي شفت يعني حاجات كتيرة جدا ولكن بالشكل ده لا الشكل ده بقى مانا صعب صعب وتكرار الغلط وتكرار يعني انت النهاردة فاول لهاب امين تاتا بونت بتحمله سيميوليشن لا والله يعني فاول علىهاب امين ترعيش تاتا بونت فاول ليه مخبوط من جنبه وفاعدنا طاق عمر طارق نتيجة برضو الاخطاء يعني انت ترطيني العيب وترطيني مدرب عشان اخطاء تحكيمية يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعة المطشط دي بتبقى مش بتحملة صفارة غلط وانت بتديني ست سبع تمن صفارات ورا بعض غلط لا شكرا لا شكرا كده يا جماعة الموضوع يعني بصراحة انا ما عنديش كلام اقوله يعني ما عنديش كلام اقوله يعني مش عايز اقول كلام اكتر من كده يقول لك قناة الاهلي ومش قناة الاهلي قوله التحليل الحكام يعني بالعين المجردة كده اسأله ايا حد تحكيم فيه مشكلة كبيرة جدا كبيرة جدا يا جماعة مش هينفع مبارتك مع الاتحاد مش هتمشي ابدا بحكام مصريين والتاريخ بيقول ان انت بحكام اجانب نسبك مع الاتحاد ومطشطك اعلى وبتكسب اعلمهم يعني هارد لك طبعا وان شاء الله تتعود بإذن الله لسه عندنا البال بس كبير افتك الليج واحنا بنفسين فيها ان شاء الله صوبر عندنا قبل انهاء الكاس لازم نرجع لتركيزنا تاني عندنا لسه وطلتين بنفس عليهم مهمين جدا جدا البال عشان طلع الكاس عالم الأندية وعندك وانت طلعت النهايات وعندك السوبر المصري قبل النهائي بستوفايف مع نادي الزمار كلمة اخيرة كده كابتنسلعوا قبل ما نختم يعني احنا للفريق واثقين فيكم وان احنا ماء يعني الخسارة غير مش هتأثر فينا كتير نتيجة لان انا عارف ان النادي الاهلي يمتلك رجالة ويمتلك نشاط رياضي ومجلس ادارة واقفة وداعم كل هذا الفريق ان شاء الله تكون بداية للرجوع اللي عهدنا ان شاء الله و رياضة كده مكسب وخسارة وبنبارك للاتحاد وبنقول هارضي لك لنادينا المحترم يعني بس انا نفسي اللعيبة تبدأ الشيط الرابع كل مباراة تبدأ باسلوب الشيط الرابع نعم اشكرا كابتن سلعاو وكابتن نبيل انا بقول لهم ان انتو قديتوا مباراة بحماس جامل وفي بعض الاجهاد في بعض عدم التوفيق في القارات لكن انتو حاولتوا وحاولتوا بقوة ونتمنى التوفيق ليكم في المباراة الجاية بإذن الله سواء في البال او في السوبر اشكرك كابتن نبيل نورتين وشرفتيني النهاردة وان شاء الله القادم افضل لنادي الاهل ان شاء الله بكرة ليكم الجماهير النادي الاهل ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله بإذن الله انا عايز بس اقول كلمة اخيرة للفريق يعني الحقيقة يعني حتى واحنا بنخسر بنخسر بشرف بنقاتل حتى النهاية وهي دي الرياضة انت مش خسران كتب فريق كليلا اه انت خسران كتبونت في اخر ثانية بالزبط يعني فهي الموضوع زي ما بقول لحضراتكم ان احنا يعني قتلنا بشرف خسرنا بشرف الرياضة كده حرض لك للعيبة قديتوا اللي عليكم اه كان فيه افضل من كده ولكن انت كنت عايزين تبقى احسن من كده وده يكفي ان انت بتحاول وبتقاتل وهو ده روح النادي الاهلي ممكن تخسر في اخر ثواني زي ممكن تكسر في اخر ثواني عندنا لسه بطلتين جايين نفكر فيهم نشتغل عليهم ان شاء الله لازم نكسر بطلتين جايين وانتوا ادها ودعوتونا كده ان دايما في المواقف الصعب بشكركم شكرا جزيلا كأحمد الجارحي بس عايزين برضو تحمل المسئولية في وقت صعب جدا وان شاء الله نشوفه من احسن المدربين الموجودين في مصر عزي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا وحسن المتابعة وإلى جولة جديدة من جولات ستودي الابطة